طابت أوقاتكم حضراتي السيدات والسادة نحن على وشك البدء بالجلسة التالية وهي جلسة القيادة وحيث أننا سنقدم الورقة المعنونة الإنترنت التي نصب إليها أو التي نطمح إليها أرجاء أن تحتلوا أماكنكم شكرا جزيلا نشكركم على صبركم نحن نعرف بأنه لدينا حفلة عشاء ولكن أنا على يقين بأن هذه الجلسة ستكون مثيرة للإهتماء قبل كل شيء أود أن أشير إلى أن هذه الجلسة كان قد أرسها الأمين العام في أغسطس أب الماضي ومن المفتور أن تركونا جهازا يهدف إلى تدعيم منتدى حكمة الإنترنت ونحن لدينا ثلاثة وظائف أولا تقديم المدخلات الستراتيجية والمشهورة للمنتدى ثانيا تعزيز المنتدى ومنتجاته وذلك نواتجه وذلك من خلال مشاركة أصحاب المصلحة وأيضا من خلال جهود جمع الأموال بالإضافة إلى ذلك فهو يهدف نقل النواتج من هذا المنتدى إلى منتديات أخرى وعكس ذلك إضافة إلى ذلك الاستفادة من الخبرات التي تمتع بها الفريق الاستشاري لأصحاب المصلحة المتعددين نحن لدينا عشرة أعضاء ويترأسها فينسيف والأمينة هي ماريا ريسا وسيقدماني أن نفسهم في وقت لاحق نحن لدينا أعضاء بحكم منصبهم أولا لدينا الأمينة العام المرسل فيما يتعلق بالتكنولوجيا وبعد ذلك لدينا رئيس الفريق الاستشاري لأصحاب المصلحة المتعددين إضافة إلى ثلاثة ولدينا الموضيف الحالي للمنتدى الموضيف السابق للمنتدى والموضيف المقبل للمنتدى حوكمة الإنترنت وبهذا أود أن أعطي الكلمة للرئيس السيد فينسيف والذي سيتابع بعد ذلك شكرا أود أن أشكر الجميع نود أن أشكركم على صبركم خلال تنظيم أمورنا نحن لدينا كرسي فارغ ونأمن بها سيد أمانديب سيتمنى كان من الاندمام إلينا عندما سيصل إلى القاعة نحن نريد أن نحديثكم عن هذه الورقة التي وضعناها خلال أو عددناها خلال الأشهر الماضية وهي بعنوان شبكة الإنترنت التي نطمح إليها ونحن نريد أن نقول لكم بأن الإنترنت لا تقتصر على كونها هذه الشبكة التي نتصل بها فمنذ خمسين عاما عند انطلاقة الإنترنت كانت مختلفة هذه الشبكة أما اليوم فنحن لدينا إنترنت الأشياء وكذلك هذه الشبكة التي يرتبط بها كل شخص وكل جهاز على الأرض ليس بالطريقة التي نريدها وليست بالفائدة التي نريدها أن تكون فيه وهنا سنحدثكم عن الإنترنت بشكل عام التي نحن معا نعتقد بأننا نطمح إليها كشبكة ونشكركم على الاندمام إلينا في هذه الجلسة كما تعرفون فإن منتدى حوكمة الإنترنت كان لديه 18 إصداراً بما فيه هذه الصيغة وقد تطور حتى يتمكن من أن يستجيب لإحتياجات البيئة الرقمية المتطورة ويشرفني أن أقول بأنني على يقين بأن منتدى حوكمة الإنترنت والأمانة التي تطلع بقضية التنظيم ستستمر بالاستجابة إلى أهداف التي تطمح إليها بيئة الإنترنت وهنا أود أن أشكر بوم ميتشل هل لك أن ترفع يدك أنه الرئيس السابق لفريق الاستشاري لأصحاب المصلحة المتعددين لن يفر قبل نهاية هذا الأسبوع ولكن دعونا نصفق له على مجهودته السابقة وكما سيقول لكم بول فإنه لديه مهارات عديدة ما من بينها دعم عملي الأمانة وأخيرا أود أن أشير إلى بعض المسائل المحددة وهي تتضمن الورقة التي سألفت نظركم إليها وسأطلب من أعضاء هذه الجلسة أن يلقوا كلمات وأنا سأعطيهم الكلمة الواحد تلوى الآخر إن أعتقد بأنه بالنسبة للإنترنت فإنه من الضروري جدا أن تعتمد على التوصلية وبشكل يسمح بتقديم هذه التوصلية في عام 73 كانت الإنترنت تشدد على احتياجيات وزارة الدفاع الأمريكية ولكننا قد قطعنا شوطا طويلا منذ تلك الرؤية الصغيرة حتى نصل إلى رؤية أكبر تترافق معها التحديات نحن أردنا أن نتحلى بالانفتاح والشفافية هذا مهم لماذا؟ لأن التضفق الحر والآن الإنترنت الذي نقاشناه هذا الصباح هو أساس هذه المنظومة فدون تضفق البيانات فإن الإنترنت تبقى شيئا ميتا لا يفيدنا بأي شيئا ولكن ونحن نتحدث عن التوصلية فنحن رأينا بأن هناك أيضا نواتج لم تكن متوقعة بالنسبة لهذه التوصلية ورأينا بأن الإنسان يبقى على معاهدناه ويمكن أن يكون هناك استغلالا لبعض أوجه الإنترنت قد لا تسب في خانة المصالح المشتركة نحن نريد للإنترنت أن تبقى سليمة ومنفتحة وبهذا نكون قد بدأنا هذه النقطة وأخيرا هذه الورقة نحن نريد أن نقول بأن هذا الفريق الاستشاري يعرف بأن هناك أمور متطورة وبأنها تتغير وعلينا أن نرافق هذه المتغيرات مع اكتسابنا مهارات جديدة في حل المشاكل التي نواجهها والآن أود أن أعطي الكلمة لماريا فرناندا جارثا والتي رأيناها على المسرح عدة مرات ونعطيها الكلمة حيث أنها ستتحدث عن الطبيعة الشمولية وأيضا للإنترنت وبعد ذلك أنا سأطلب من المشاركين في هذه الجلسة التعقيبة على السمات المختلفة للإنترنت ولكن نبدأ أولا بماريا شكرا لك من مميزات الإنترنت التي نطمح إليه أن يكون الإنترنت عالميا واجتماليا لجميع الإنترنت يشمل الزراعة التعليم والصحة والتصنيع وكل هذه المجالات الموصولية العالمية وذات المغزى يمكن أن تقود الاقتصاد والصناعة والتعليم والصحة المعلومات وفي نفس الوقت ضمان الابتكار والاجتمال الاجتماعي 2.6 مليار من الناس مع الأسف لا زالوا غير متصلين بالإنت بعضهم لا يملكون وسيلة للاتصال بالإنترنت أو لا يملكون المقدرة المالية المطلوبة من أجل امتلاك البنية التحتية للوصول للإنترنت المسألة لا تتعلق فقط بالبنى التحتية بعض الناس يحتاجون أيضا إلى كفاءات لاستخدام التكنولوجيات الرقمية وبعضهم لا يرى داعيا للاتصال بالإنترنت ولا حاجة له بمضمون في الإنترنت أو ربما لأن الإنترنت غير متوفر في لغته نحتاج أن نكون وعينا إذن بهذه الإكرهات الموصولية والكفاءات وتطبيقات تحقيق هذه الأهداف تتطلب مجهودا جماعيا من الحكومات والشركات والمجتمع المدني وأصحاب الشأن الأخر لضمان جعل الإنترنت قابلة للنفاذ في المتناول ومفيدا للجميع ومن أجل توسيع الموصولية على جميع أصحاب الشأن أن يعود بشكل أفضل كيفية عمل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات عمليا بما في ذلك النظام الأيكولوجي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأدوار أصحاب الشأن والقضايا السياسية ذات أصلة والأطر المتعلقة موصولية الإنترنت ينبغي أن تقوم كلها على قوانين وسياسات تحفز النفاذ العالمي والكامل والتنفسية والابتكار وتطوير التكنولوجيات الجديدة ينبغي أن توفر الموصولية العالمية بشكل متزن للرد على حاجات جميع أصحاب الشأن على أن يقوم ذلك على أساس البيانات والتشغيل المتبادل لها وللمعايير وينبغي النهوض باعتماد تكنولوجيات جديدة ورأب فجوة المهارات نحن نعاول على جماعة منتدى إدارة الإنترنت لمساعدتنا على استصاغة تلكم الأهداف ووضع وسيلة القياس قياس التقدم ومعرفة كيف يمكن أن نتقدم معا وبشكل أسرع شكرا كما عوتنا يا ماريا كلمتك ملهمة ولكن في نفس الوقت ترفع أمامنا تحدي إن أردنا أن نتقدم إلى الأمام أتوجه الآن لسيدة ماريا ريسا نائبة رئيس لتحدث عن الانسيابية الحرة والطبيعية والموثوقة وهي طبيعة الإنترنت التي نبتغيها والتحديات والمشاكل التي قد تواجهنا في تحقيق ذلك وضمانه ماريا الكلمة لكي هذا من الأعمدة الخمس التي وضعناها لورقة The Internet We Want الإنترنت الذي نطمح إليها أنا جديدة في هذا المجال ولكن أنا أعلم أن البيانات هي قلب الإنترنت وهي الدم الجاري في شراين الإنترنت لذا على الإنترنت أن يكون منسابا بحرية وأن تكون البيانات فيه موثوقة هذا يتطلب مننا تعاون بين القطاع الخاص والعامة وحتى تكون البيانات الشخصية وما ما بين الشخصية لا يتجزأ من النمو والصمود والثقة التي نريد وضعها في الإنترنت لأنه ينبغي أن نحدد الرؤية جماعة ونعتقد أن الثقة هي الأساس الثقة أفضل عندما تستطيع الحكومات أن تلتزم بشكل متين لحماية حقوق وحريات الأفراد حقوقنا وحرياتنا أجمعين بما في ذلك الحق الأساسي في الخصوصية التعاون مع الحكومات مطلوب في الإتياني بأطر قبل تشغيل المتبادل تسهل الانسيابية غير المعاقة للبيانات عبر الحدود نناشد جميع أصحاب الشأن في الإنترنت تتعاون معنا من أجل تحقيق هذا الهدف لضمان التنمية المستدامة لهذه البيانات ولحماية البيانات من خلال النظم المتقسمة شكرا لك يا ماريا وأنا أعتقد أنه من الهام النصغية النصغية لتجربتك وخبرتك وقلت إن الثقة هي من أصعب ما يمكن أن يناله الإنسان ومن أسهل ما يمكن أن يفقده الإنسان إذن أعتقد أن أهم شيء هو أن نعرف كيف نضمن الثقة في هذه المنظومة وليس هناك منعصة سحرية لا يمكن لتكنولوجيا أن تحقق الثقة الثقة هي مفهوم يربط الناس والمؤسسات الثقة تبنى على أساس التجربة التوقيع الرقمي ليس هو الثقة المساءلة هامة إمكانية التعرف على هوية الأطراف مسألة هامة نحن نحتاج إلى ذلك لضمان المعاملات التجارية والمالية في الإنترنت إذن كيف يمكننا أن نقيم نفس الثقة المعروفة في العالم الحسي على الإنترنت وعندما نتحدث عن السلامة والأمن ليزا فور وهي المديرة العامة لشبكة الاتصالات أو موفر الاتصالات السلكية واللسلكية هلك أنتوا حدثين عن هذا الأمر الأمن والسلامة في الإنترنت شكرا لك الأمن والسلامة في الإنترنت الأمن السبراني من أهم الشواغل التي تؤرق مضاجع فنهوجنا مختلفة إزاء الإنترنت والأمن عموما وكلما تحولت حيواتنا نحو العالم الرقمي كلما وجب علينا ضمان الفضاء الرقماني آمنا وسالما ليس الإنترنت فقل فكل شيء رقمي الأمر يتعلق بأكثر من الإنترنت اليوم إنترنت الأشياء الذكاء الاصطناعي وكل الأمور التي تدخل في مركبات البرمجيات الحوسبية كل الأمور التي تدخل في صناعة السيارات في المصارف والبنوك كلنا مرهونون بالرقمي وبالإنترنت ولذلك علينا أن نضمن ديمومة وظائفها بأمن والسلام رئيسة الأيكان تريبتي شينها قالت اليوم إننا ينبغي أن نبني التكنولوجيا من أجل الناس وعلينا أن نضمن سلامة الناس فيها تعزيز الأمن السبراني إذن هو من الأهداف التي تبدو لنا من أهم الغايات وعلينا بطبع أن نقوم بضمان الأمن السبراني بدون المساس بمبدأ إنترنت المفتوح وبدون الحق الضرر بالثقة في الإنترنت نحتاج إلى أن يجتمع الناس حول هذا النظام الأيكولوجي الموحد ونحتاج إلى مجهود مشترك من أجل ضمان تحقق ذلك ولذلك نعتقد أنه من الهم بل من الهم بما كان أن نحدد أهداف لتحقيق وتنفيذ أطر متينة للأمن السبراني بما في ذلك الهياكل القانونية والممارسة القانونية وتعاون العابر للحدود لمكافحة الجريمة الإلكترونية الجريمة السبرانية ولكن مجددا علينا أن نحدد هذه الأهداف والتدبير معا وهذا سبب وجودنا هنا مجتمعين شكرا شكرا لك يا ليزا أريد أن أشدد على عبارة ذكرتها ليزا استخدمت عبارة سوفتوير البرمجيات الحوسبية هامل بالنسبة إلينا أن نعترف أن الإنترنت يتكون من برمجيات حوسبية في منظومة أيكولوجية متنوعة للغاية وهذه البرمجيات الحوسبية ابتدعها الإنسان ولا أتحدث هنا عن نمادج اللغوية المختلفة التي استخدمت لتحرير واستصاقط تلك البرامج إذن بدون هذه البرمجيات الحوسبية كان يستحيل تحقيق هذا الإنترنت المثالي ثم استخدمت عبارة نظوم أيكولوجية متنوعة هذا يعني أن الإنترنت لا يمثل منظومة واحدة موحدة بل هو منظومة أيكولوجية متنوعة للغاية من البرمجيات الحوسبية ولا يدهش ولا يندهش أحد إن سمع إن هذه المنظومة لا تشتغل بشيك مثالي بدون خطاء لنفترض أن الإنترنت آمن وسليم مئة في المئة لنفترض ذلك فهذا لا يعني أن هناك مناعة تامة من تسرب المعلومات الخاطئة والمضللة فيها ولكن هذا يعني أن همش الخطأ سيكون أقل وفيما يتعلق بالحقوق وهنا أود أن أتوجه لأسيد بنجا سيسان أريد أن أطرح عليه هذا السؤال نفس الشيء فيما يتعلق بالحقوق قبل خمس وسبعين سنة في باريس كثير من الدول وأصحاب شأن تفقوا على أمر واحد يصعب الاتفاق على شأن واحد ولكن اتفق الجميع على حقوق الإنسان كثير من الأمور تغيرت خلال هذه السنوات الـ 75 لكن أمر واحد لم يتغير ألا وهو الكرامة البشرية التي لازلت ولازلت تظل في قلب التجربة البشرية نحن نؤمن بقوة أن حقوق الإنسان ينبغي أن تحترم داخل وخارج الخط وفي كل أشكال التعبير على الخط على الإنترنت أو على الأجهزة الرقمية أو حتى تلك الأجهزة التي لم ترى النور بعد إذن تعلمنا أن الإنترنت يمكن أن يرتبط بضرر على المجتمعات ولذلك علينا أن نتحصن من تلك الأضرار لذلك فإننا نحتاج إلى إدارة عالمية للإنترنت من أجل الاستفادة من كل مزايا الإنترنت الحقيقية هناك كثير منها الفرص لكن هناك مشاكل أخرى ينبغي حلها ولا يمكننا الاستفادة من تلك المزايا بدون احترام الحقوق بما في ذلك الحق في التعلم قبل ثلاث سنوات علمنا عندما فرض علينا أن نتمدرس على الإنترنت بسبب الجائحة تعلمنا أن هؤلاء الأطفال أطفال لم يفتقدوا جزءا وافرا من المعارف التي كانوا يكسبونها أو يكسبونها عادة في المدارس الحسية بل أيضا لم يتمكنوا من حياته كفاءة لا يمكن أن تحزى إلا من خلال التجربة البشرية الفعلية ثم هناك الحق في المشاركة الحق في المشاركة مسألة هامة جدا وأي قيد على المشاركة ينبغي أن يحدث حتى نحقق الجهد الكامل الموجود في الإنترنت كما نحتاج أيضا إلى الوصول للمعلومات ليس المعلومات التي يريد البعض أن تعرف ولكن الحق الضمني للشعوب لأن نفادي للمعلومات علينا أن نضمن ذلك الحق نريد أيضا أن نضمن حقوق الشركات مهما كان حجمها لأن الشركات الصغرى تسعى جاهدة للحصول على فضاء ولذلك علينا أن نمكنها من ذلك وعلى كل أصحاب الشأن سواء كانت حكومات أو مجتمع مدني أو قطاع خاص أو جماعات تقنية أو أصائط الإعلام على جميع أصحاب الشأن أن يلتحق بهذه الترسان من الأهداف لضمان نهج قائم على الحقوق لإدارة الإنترنت وللنهوض بالحقوق الرقمية فيها قبل 75 سنة لم نكن نعرف ما الإنترنت ولكن نكن نعرف أن المركز يكمن في الكرمة البشرية مهما كان الفضاء في الخط أو خارجه أنا أعتقد أنه علينا أن نقوم بما تقوله يا سيدي وأنت شغوف يا تبينكا بما تقوله ليس على الأرجح أن نحقق الكمال فالكمال لله في وقع الأمر وفي غياب الكمال علينا أن نحقق وهذا أدنى الإيمان الإيمان الاقتراب من الكمال من خلال التصحيح من خلال التصحيح وهذه النتيجة المبتغى خول يا ما هي المشاكل التي واجهت في إثيوبيا أنت وزيرة الدولة المعنية بالابتكار والتكنولوجيات هذا عنوان جميل لكن الضغط كبير أليس كذلك ما هو التحدي الذي تواجهينه في بلدك فيما يتعلق بتوفر الإنترنت وقابل يتستخدام من طرف الناس شكرا أولا ذي بدء أواجه شكري لك سيدي الميسر نحن نريد الإنترنت في بلدي وهذا هو الإنترنت الذي نطمح إليه في بلدي في أفريقيا ما نحتاج إليه هو أن نرتبط بشتى أنحاء العالم فهذا أولوية بلدي المشكلة هي في تكلفة ذلك الطموح وكيفية نشره وتحويله إلى واقع والربط بين الناس أول ما ينبغي أن نقوم به بالطبع هو اكتساب البنية التحتية ثم توفير الوصول للإنترنت للجميع في دخل البلاد أي في المدن الحضرية وفي القرى النائية ومن أجل ذلك نحتاج إلى بنية تحتية موحدة وهذا الذي سيسرع الطريق نحو النشر الواسع للإنترنت عندما نتزود بمثل هكذا بنية تحتية مشتركة سنبدأ في بناء مضمون مشترك نحن نعيش في بلد متعدد الأعراق فمجتمعنا متنوع في إثيوبيا هناك أكثر من ثمنتاشر لغة متداولة فبعد البنية التحتية ينبغي علينا أن نستطيع استخدامها كل حسب لغته لذا علينا أن نعمل على تجهيز المضمون ومن أجل النجاح في ذلك نحتاج إلى سقل المهارات الرقمية وأعدادها أو إعداد المهارات الرقمية وسقلها أي محو الأمية الرقمية وبعد اكتساب المعرفة الرقمية يستطيع الناس استخدام التكنولوجية ثم التعلم من التكنولوجية ثم ابتكار التكنولوجية إذن ما نعمل عليه أولا هو بناء البنية التحتية أي الموصولية ثم الكهرباء بالطبع والبنية التحتية الأخرى المطلوبة وعليها أن تكون شغالة مئة في المئة أولا ثم بعد ذلك تزود بالنظم الممكنة النظم الرقمية الممكنة مثل الهوية الرقمية الدفع الإلكتروني الأمن السبراني إلى آخره وثالثان بناء المنصات الرقمية فهي هامة جدا من أجل ضمان التفاعل فيما بين التكنولوجيات المختلفة مثل الحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية إذن في أتيوبيا نعمل جاهدين على ذلك لتجهيز هذه المنظومة الإيكولوجية فنحن نحتاج إلى وضع العنصر البشري في المركز علينا أن نضع الاهتمام الأول في الناس لأنهم هم الذين يمتلكون المهارات وهم الذين يملكون مهارات الرقمية ويعرفون كيفية استخدام التكنولوجيا لذا فإننا نعمل على الناس وعلى تزويدهم بالمهارات اللازمة حتى يتمكنوا من استخدام تلك التكنولوجيات إذن في إثيوبيا أطلقنا ديجيتل إثيوبيا توني توني فايف استراتيجية الفين وخم وعشرين لإثيوبيا الرقمية وتتكون هذه الاستراتيجية من أربع أعمدة بناء البناء التحتية مثل الموصولية ثم تحرير قطاع الاتصالات السلكية وغير السلكية وندعو القطاع الخاص لمشاركة في ذلك ثم هذا سيحسن من جودة الخدمة فوجود البنية التحتية غير كاف بحد ذاته نحتاج إلى البنية التحتية وجودة الخدمة وقبلية الوصول أن تكون يكون الوصول ذو مغزة يكون الوصول ذا مغزة أي جودة الخدمة انترنت سلس انسيابي وأيضا بناء الخدمات المتنقلة وأن يكون كل هذا وذاك في المتناول مقبولة تسعير إن وجدت الخدمات والبنى التحتية وكانت غير أو كانت باهضة التمن فلا فائدة منها فلا نحتاج فقط إلى ثمن متناول للخدمات نحتاج أيضا إلى أجهزة مقبولة الثمن الأجهزة ينبغي أن تكون مقبولة الثمن وينبغي أن تتوافر كميات بالطبع هناك تنافس فيما بين الجهات الفاعلة عندنا ونحن نعمل في هذا الاتجاه هذا ما نقوم به قطريا وكما قلت بناء المنظومة الأيكولوجية وتعزيز قطاعنا المالي للدعم الشباب المبدعين الذين يبتكرون كثيرا من التكنولوجيات الجديدة المتقدمة والذين ينتظرون من الدعم والتنسيق أعلموا أن هدفنا في هذا العالم هو هدف واحد أن نخلق عالما أفضل لصالح البشرية جمعاء هذا هدفنا المشترك نحن أجمعون وجمعوات نريد أن نتعاون لجعل هذا العالم عالما أفضل بالنسبة للجميع ونحتاج أن نربط أولئك الباقين خلف الركب بالإنترنت ومن أجل نجاح في ذلك نحتاج إلى التعاون نحتاج إلى التعاون شكرا إذن تجدون أنه في بلد واحد لخصت لنا السيدة الوزيرة المشاكل المختلفة التي واجهها العالم برمته أعتقد أنكم إن حللتم مشكلتكم ستساعدون بقية العالم في حال هذه المشاكل السيدة كارولينا إيشتاتا وهي الوزيرة الاتحادية النمسوية من الاتحاد الأوروبي التي قدمت لكم سابقا كارولينا هل لك أن تقولي لنا ما توحي لك كلمة The Internet We Want شكرا لك يا فنت وأنت عرف الإنترنت إن استطعت وصفك بذلك لم يكن الأمر يسيرا عندما بدأنا عملنا ولكن توسعنا في كل أنحاء العالم أول نقاشتنا بدأ على الخط وهذا عادي بالنسبة لمنتدى إدارة الإنترنت ولكن مع ذلك نعلم أن الإكرهات كانت شديدة علينا خلال الجائحة ولم نستطع لتساول لكن الآن نعرف بعضنا البعض التقينا لأول مرة في إثيوبيا ودعوت مجموعتكم لفيينة قد حضرتم تقريبا بالكامل والحادث التالي الذي تبع زيارتكم كان في جونيفا والآن نجتمع مجددا في توكيو في غضون كل هذه اللقاءات جرت كثير من التطورات حققنا هذه الورقة The Internet We Want والتي تكون من أربع أعمدة كما ذكرت أنا أعتقد هذه الورقة تلخص النهج المناسب أي جعل حقوق الإنسان في مركز ما نحتاج إليه بدون فرملة الابتكار والمجتمع المدني واعن بطريقة كبيرة جدا بهذه الأمور فهو يستخدم الذكاء الاصطناعي ويستخدم تشاجيبيتي وتطبيقات الأخرى بهذا نريد الوفاء بتفويضنا من المفروض أن تتهي ولايتنا ويتهي تفويضنا في غضون شهر أغسطس السنة القادمة نريد أن نساعد في تكوين العهد العالم الرقمي ونريد أيضا منكم أفكاركم وتوصياتكم قبل ذلك الحين وهذا ما نرجوه أيضا لأنفسنا فشكرا لكم على مساهمتكم مسبقا فيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة بإنسبة أولئك منكم المتابعين لنا في قائمة المتابعة في نشرات الاجي اف نحن نريد أن ننوبى عنكم في ترجمة أفكاركم وتوصيتكم لذلك نناشدكم رجاء ردوا علينا بأفكاركم وتعليقاتكم وحتى انتقاداتكم متحدثون أخر ينتظرون الكلمة للمشاركة في هذا النقاش قبل السادس والربع السيد هيروشي دسان أنت موظيفنا في الواقع هنا في اليابان في كيوتو وهلي أن أذكر أن حفاوة استقبالكم رائعة المقر جميل والمدينة بديعة فنحن سعداء بتواجدنا هنا إذن ما الذي علمكم اشتراككم في هذا في هذه اللاجنة وما رأيكم في ورقة The Internet We Want شكرا شكرا لك يا بنت أولا أقول لكم مرحبا بكم في كيوتو في جوهرة اليابان كيوتو وأتمنى أن يتحلكم وقت لزيارة معالمها الانترنت الذي نطمح إليه هذه هي الورقة أمامنا كيف تطورت الانترنت على مدار الخمسين عاما الماضية أعتقد أن هذا لأنه نظام مفتوح شبكة مفتوحة يقع الإنسان فيها موقع القلب ولدي سؤال آخر منتدى حوكمت الانترنت لماذا يكتذب هذا العدد الكبير من المشاركين أي شخص من أصحاب المصلحة يمكن أن يأتي إلى هنا ويناقش كيف يمكن أن نحسن الانترنت هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يشاركون في النقاش هذا العام ولدينا أكثر من ثمانية ألاف مشارك ست ألاف منهم يشاركون بصفة شخصية وسبعين أو ثمانين بالمئة منهم يأتون من الخارج إن هذا المفهوم الرقمي أمر هام للغاية طبعا لدينا عدد من التحديات هذا أمر أشار إليه عدد من المتحدثين ونحن نعمل على بناء الثقة إن اليابان كانت تنصح بمفهوم التدفق الآمن للثقة في اجتماع مجموعة العشرين كان ذلك في عام 2019 ونعتقد أن هذا المفهوم يجب أن يتحول من النظرية إلى التطبيق فنحن نريد أن يكون هناك تدفق آمن للبيانات طبعا هناك قضايا أخرى تتعلق بالأمن بالتحديات المحيطة بنا وطبعا هناك تقنيات جديدة تظهر كل يوم نشهد الكثير من التطورات على سبيل المثال نظم الشبكات تنتقل من الشبكات الثابتة إلى الشبكات المنقولة أو المحمولة هناك عدد كبير من النظم غير الأرضية ولدينا نظم جديدة نطلق عليها اسم نظم المنصات فإذن لا يجب أن نتردد في أن نستحدث تكنولوجيات جديدة وأيضا لدينا الذكاء الاصطناعي التوليدي نواجه العديد من التحديات وهذا أمر يتطلب مننا أن نواصل النقاش هذا النقاش المطول هذه مهمة ليست بالهينة على أي حال لدينا الكثير من التحديات والكثير من التكنولوجيات الجديدة ولكن هناك مفاهيم أساسية يجب أن لا تتغير أن الإنترنت مفتوح ومجاني وأنه يركز على الإنسان هذه كلها أسس يجب أن لا تتغير شكرا شكرا جزيلا السيد يوشيدا أنا أريد أن أفسر بعض ما قلته إن منتدى حوكمة الإنترنت له إمكانات ضخمة والكثير منكم هنا يستمع ويشارك هذا الكيان يجب أن يستمر في العمل الهام الذي يؤديه لدينا متحدثان باقي سأطلب أولا من بول أن يأخذ الكلمة لقد قضى سنتين كرئيس للمجموعة الاستشارية متعددة الأطراف بول ميتشل كما تعرف هناك تحديات كثيرة أمامنا فيما يتعلق بالرقمنا العالمية ونواتجها هناك خطط للمستقبل وتوقعات هل يمكن أن تخبرنا بدوري منتدى حوكمة الإنترنت في هذا الصدد هل يمكن أن تخبرنا بفائدة هذا العمل شكرا إن العنصر الأهم هنا هو أن نتذكر أن هذا منبر يمكن أن يلبي عدة أنواع أو عدة أهداف في نفس الوقت ويمكن أن يستخدم هذا المنبر للخير وأيضا يمكن أن يستخدم في اتجاه آخر كل هذا يعتمد على الابتكار وعلى التعاون وأخلاقيات العمل والأهداف التي نهدف إلى تحقيقها أيضا الاستثمارات التي ندخلها في المعادلة عندما أنظر حولي في بداية هذا المنتدى فأشهد الكثير من الحماس وأرى أيضا عددا كبيرا من الأشخاص الذين سجلوا المشاركة في هذا المنتدى أكثر من 8000 شخص نحن سنعمل على ما هو فيه خير البشرية طالما أبقينا تركيزنا منصبا على التعاون وعلى الشراكة وإذا كانت هناك إرادة إذن إذا كانت هناك إرادة فأكيد سنتمكن من تحقيق ما نصب إليه المتحدث الأخير أمانديب أنت المبعوث الخاص للتكنولوجيا للأمينة العام للأمم المتحدة أنت عملت بجد واكتهاد لكي تساعدنا في تحديد التحديات التي توجهنا في النطاق الرقمي كما تعرف أنا مقتنع أن المنتدى الذي عمل بصورة رائعة على مدار 18 عاما الماضية يمكن أن يساعد في المساعدة على دفع هذا المجال الرقمي العالمي قدما ونحن سنواصل هذا العمل فأمانديب هل يمكن أن تعطينا فكرة عن هذا الدور الذي يمكن أن يؤديه المنتدى في تحقيق الاتفاق الرقمي العالمي وحتى يكون شاملا للجميع شكرا جزيلا من دواي السروري أن أنضم إلى المتحدثين هنا لكي أتحدث عن دور المنتدى منتدى حوكمة الإنترنت في الاتفاق الرقمي العالمي وأريد أن أتقاسم معكم فكرة موجزة بشأن الإنترنت الذي نريده ونبغاه إن الإنترنت مورد عالمي فريد من نوعه وإن الرؤية التي تدعمه أو تنشئه يكب أن تتغير أو تحدث بصورة منتظمة فما يوجد لدينا اليوم هي محاولة إحياء هذه الرؤية أو إعادة التفكير فيها وهذا يتماشى مع رؤية الأمين العام بالنسبة للاتفاق الرقمي العالمي فهذه فرصة لنا تأتي كل مرة في كل جيل لكي نعمل سويا وكي نعتمد إطار عالمي مشترك لبناء مستقبل رقمي سويا هذا سيكون في قمة المستقبل في العام المقبل في سبتمبر أيلول إنها منتدى حوكمات الإنترنت منتدى فريد به عدد من الأطراف المعنية المختلفة وله مزايا وخصائص فريدة إن هذه المشاركة الكبيرة أمر يجب أن يشعر اليابنيون بالفخر إزاءه حيث تمكنوا من تحقيق هذا القدر الكبير من المشاركة هناك أيضا هذا التنوع وعمق الخبرات التي تكتمع هنا في هذه القاعة فإذن إن المنتدى سيؤدي دورا ضروريا في تنفيذ الاتفاق الرقمي العالمي وطبعا هذا أمر من جوانبه أن هناك عدد كبير من الأطراف المعنية التي تشارك فيه إذن فإن هذا الطريق إلى تحقيق الاتفاق الرقمي العالمي يجب أن يحافظ على هذا على تنوع أصحاب المصلحة وفي هذا المصار المستقبلي فإن المنتدى سيؤدي الدور المنوط به وإن هذا المنتدى فريد من نوعه وهو المكان الوحيد الذي يمكن أن نناقش فيها الجوانب المتعلقة بسيسات العامة الخاصة بالإنترنت وطبعا الإنترنت ستستمر في أن تؤدي دورها في مستقبلنا الرقمي لذا فإن المنتدى سيواصل لعب هذا الدور وفي الغد في الجلسة العامة ستستمعون إلى ملاحظات الأمين العام وهو سيكرر رؤيته بالنسبة لهذا الموضوع وكيف أن المنتدى سيلعب دورا في عملنا المستقبلي فشكرا جزيلا على هذا المدخل هذه المدخلات التي صدرت عن اجتماع أديس أبابا وشكرا على المدخلات التي تقومون بإنتاجها اليوم في هذا اليوم الأول من المنتدى والمرحلة المقبلة ستكون مرحلة مفاوضات مكثفة شكرا أمانديب نعتقد أن بعض أعضاء المجموعة المتحدثين يريدون أن يأخذوا الكلمة ولكن الوقت دهمنا وأنا لدي اجتماع يجب أن أحضره فإذن أنا سأتقدم الآن بالشكر للمتحدثين على مساهماتهم وأشكركم أنتم أيضا على مساهماتكم في هذا الأسبوع مساهمات اليوم والمساهمات التي ستقدمون بها في المستقبل شكرا جزيلا على حضوركم ترجمة نانسي قنقر